طيب خليني أروح للدكتور جمال شقرة في نفس الإطار نفس السؤال أنه ده السؤال المفصل اللي يجب أن احنا نشتغل عليه حضراتكم كباحاتين وكمفكرين وكمترقفين عشان الأجيال الحالية تعرف ماذا جرى وكيف يتحمل الأباء والأجداد كل هذه التحديات من أجل الوصول إلى النصر لأنه لم يكن نصرا رخيصا بل كان يعني وراءه دماء وأرواح أعيز أبدأ من أولاً كل اللي قاله معي الوزير أنا متفق معاه تماماً فيه وهو أتكلم عن حقائق تاريخي يعني وأهم ما جاء في هذا الكلام أنه السياق العام إزاي الحركة التاريخية مشيت من 67 ل70 إزاي السياق العام لحركة التاريخ لم تتوقف خلينا أقول لحضرتك أنه إحنا بنتكلم عن مرحلة مفصلية في تاريخ مصر والمراحل المفصلية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر مراحل كتيرة منها لما ناخد في التاريخ المعاصر بنجد أو الحديث نبدأ من الحديث بتجد تجربة محمد علي وفشلها وبتجد الاحتلال وبتجد الكئابة لأصابة المصريين وبتمشي لغاية ما بتوصل إيه زرع إسرائيل وتحدي جديد في المنطقة وتحدي جديد لمصر فحلقة رهيبة جدا أعقبت اللي حدث في العدوان السلاسي في 56 وإنت تبدأ من العدوان السلاسي وإزاي أنه عبد الناصر رفض أنه يكون تابع للولايات المتحدة الأمريكية لأن الوسائق بتاع الـ CIA ووسائق الأمن القوم الأمريكي بتشير إلى أنه ما احنا عارفين كويس أن الولايات بتاع الأمريكية قدت إنذار لثلاث دول اللي اعتادوا على مصر لأنها كانت عايزة تبقى القد المتحكم في الحياة السياسية بعد ما تنتهي الحقبة الاستعمالية احنا عارفين الإنذار ده لكن الإنذار ده ما كانش لواجه الله سبحانه وتعالى ولا كانش من أجل سواد عيون عبد الناصر ولا سواد عيون مصر لأن الإنذار ده كان لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هي كانت بتطالب بالتمن يناير 57 اللي هو مبدأ من رو الشهير وملء الفراغ في الشرق الأوسط عبد الناصر رفض ده ورفض التبعي وكان رده بسيط الغاية إنه كان عندنا استعمار إنجليزي ما عندناش استعداد إن احنا نستبدله باستعمار أمريكي إذن أنت أمام تحدي جديد بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية وعقد اتفاقية الجلاء وبداية رحيل الإنجليزي إنت أمام تحدي جديد متماثل في القطب اللي بيقود العالم الغربي اللي هو القطب الاستعماري الجديد عبد الناصر رفض أنه يكون تابع له العقاب هنا هو من 57 إما اغتياله وكم من محاولة اغتيال تمت وفشلت أو إما هزمته على يد أصغر دولة في المنطقة وفقا للوسائق وأصغر دولة دي هي إسرائيل وبالتالي أنا ما بقولش هزيمة على فكرة ولا بقولش نكسة الوسائق أثبتت وطبعا بعد 67 تنكرت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لها علاقة وإن ده إسرائيل بتؤمن أمنها القومي وإشياء من هذا القبيل لكن الوسائق الأمريكية بعد كده أثبتت إنه في مؤمرة من الولايات المتحدة الأمريكية وضرب لتجربة التنمية والتحديث اللي عملها عبد الناصر يعني الضربة هنا ليست فقط سياسية أو لإجهاد الجيش اللي بدأ يجبر بعد صفقة الأسلحة الشيكية والجهد اللي عملها عبد الناصر لا ده الضربة كمان لتجربة التنمية والتحديث خلينا أقول لحضرتك إنه ضرب محمد علي وضرب إسماعيل بردو كان في هذا السياق إنك إنت هتقفل السوق المصري وحتقفل الأسواق العربية بيقول لها نكلمنا فيها بكده في المشهد إنه هدنا محاولات لضرب المشروعات الوطنية والسرائية وعالم استكمالها تمام اللي حاصل بقى بالنسبة لـ 67 إنه الشعب أخد الضربة القوية دي بس لإنه شعب عظيم وعظيم ويستحق إن إحنا نكرر ده مئة مرة ولإنه عنده سمات في شخصيته وقيم تكاد تكون ثابتة استقبل ده الأول بالسخرية وبالنكت اللي احنا عارفينها على الجنود وعلى الضباط قبل ما ينتبه للأزمة وحقتها وعبد الناصر اضطر إنه هو يخطب خطبة ويقول لهم خفوا شوية على الجيش يعني كفاية نكت على الجيش ده دول أبناء ده والمصارحة زي ما قال معالي الوزير المصارحة والشفافية حتطلع لك بقى سمات الشعب المصري إنه هو يرفض إن الكبير يهان وإنه الكبير ده كمان كان منحاز للشعب وهو كبير العيلة بالمعنى ده وبالتالي لا أقعد ولابد من السقر والانتقام والسقر والانتقام والحفاظ على الأرض واسترداد الأرض الأرض كالعرض عند المصريين ده كله سمة من سمات المصريين لكن المعنى كانت كبيرة والمعنى على المستويين يعني على المستوى النظام العالمي والضغوط اللي على مصر وداخليا المعنى والأزمة الاقتصادية كبيرة للغاية تيجي سمة الصبر خليني بتكلم بقى من جوة شخصية المصرية دي سمة معروفة عند المصريين إنه يكون قادر على إنه يصبر إحنا شفنا أهلينا من سبعة وستين وكنا يعني بقينا وصلنا لمرحلة وعي شفنا المعاناة الشديدة في هذه المرحلة لكن رغم هذه المعاناة هو ده الشعب اللي جمع تبرعات واللي اتبرع بالدهب هو ده الشعب اللي تحمل كل الضغوط دي هو ده الشعب اللي بلع الهزيمة ودفع ولاده يعني إحنا إخواتها كانوا بيتخرجوا من الجامعة على الجيش مباشرة وبعد كده مش منتظر له هيرجع إمتى انت مش هترجع لما تثقر يا تستشهد تموت شهيد يا إما إنك تجيب النصر السماد دي موجودة في المرأة المصرية وفي الشعب المصري كله هي اللي خلت الشعب يستطيع انه يتحمل بقى طوابير الجامعية ويتحمل الضغط الاقتصادي وبالتالي لما رئيس سينادي بالوحدة الوطنية وينادي بأهمية التجانس هو مدرك تماما لطبيعة هذا الشعب وبينقل له التحديات الخارجية والتحديات الداخلية العالم بيعيش ما خد بناء ما خد ولادة نظام عالمي جديد العالم بيعيش مجموعة من الحروب اللي بتصبق ولادة هذا النظام الضغوط العالمية والصراعات العالمية سواء في أوكرانيا ولا في غزة ولا في سودان ولا في اليمن ولا في غيرها كل ده بينعكس على الأوضاع الاقتصادية في مصر فهو بيراهن على قدرة الشعب على انه يفهم ويتحمل ويزبر لغاية مطبورنا هذه المرحلة لغاية مطبورنا احنا كمان عشان الشبيهة لغاية